اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية واشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضا رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اشهد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الدولي لألعاب القوى في تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحادات العضاء التي تساهم في استمرار نمو وتطور وارتقاء رياضة ألعاب القوى جاء ذلك لدى استقبال سموه بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وسعدت السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة استقبال اللورد سبستيانكو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وقدم سموه لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الشكر والتقدير على ثقتهما الكبيرة بمنح مملكة البحرين استضافة الاجتماع لجنة تطوير الرياضة النسائية والتي تعد أحد أهم لجانب الاتحاد الدولي والذي يأتي متوافقا مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد البحريني لألعاب القوى لدعم جهود الاتحاد الدولي لدعم الرياضة النسائية المحلية أقليميا ودوليا وأكد سموه أن مملكة البحرين وبفضل رعاية ودعم عاهل البلاد المفدة حفظه الله قد اتخذت خطوات رائدة لرعاية ودعم رياضة ألعاب القوى عموما والرياضة النسائية في مختلف الألعاب الرياضية والتي كانت نتائجها متميزة في تحقيق المرأة البحرينية نتائج وإنجازات كبيرة من جهتي أبدى رئيس الاتحاد الدولي أعجابه بالتطور اللافت لألعاب القوى البحرينية والتي برزت في أولمبياة ريو 2016 بحصولها على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات والميدالية الفضية في سباق ماراتون السيدات بالإضافة إلى حصولها على الميدالية الذهبية في ماراتون السيدات والميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز للسيدات في بطولة العالم الأخيرة